احنا قدمنا بالاسبوع الماضي التماس حسب قانون حرية المعلومات بالنسبة للمعلومات لوائح الميزانيات اللي اصدرت في قرار الحكومة 550 بسنة الـ 21 بشهر عشرة الـ 21 عمليا هاي الميزانيات لم ترصد كاملة في السنة الـ 22 مركز مسواة تقدم لوزارة المالية عدة مرات في عدة طلبات نحو المعلومات التنفيذية ولوائح الميزانيات ارقام لوائح الميزانيات فوزارة المالية اتجاهلت الطلبات بما انه بيبن تنياهو رئيس الحكومة السابق وقتها كان رئيس قسم المعارضة صرح انه باعلان انتخابي انه تحول 52 مليارد شكل للمجتمع العربي طبعا هاي المعلومات غير صحيحة بما انه كان في خطاب لوزير المالية السابق افيكدور ليبرمن قبل ما يعادل شهر ونصف او تنين كان يقول انه تحول خلال 22 سنة 22 3.4 مليارد شكل للمجتمع العربي طبعا هاي الميزانيات رصدت لتقليص الفجوات في المجتمع العربي اذا كان لخدمات التربية التعليم الرفاه الاجتماعي البنية التحتية تطوير خدمات الحكومة تطوير خدمات تكنولوجية وايتاحتها فعمليا هاي المبالغ في بينها تناقضات بين الخطابات كذلك الامر بسنة الاثنين وعشرين بشهر سبعة الاخير مركز مساواة اقام مؤتمر تطوير اقتصادي اللي كان فيه الرئيس او مدير خلينا نقول السلطة المسؤولية على الميزانيات وما صرح ببيانات اللي هي بيانات يعني مباشرة وواضحة فبعد محاولات عديدة مركز مساواة ما ضل له اي اداة يستعملها غير انه احنا نتقدم في الالتماس للمحكم المركزية في القدس ومطالبة المعلومات هذه من وزارة المالية احكي لنا اكتر عن قرارات الحكومة من العام ٢٢ التي تهدف الى تطور المدن والبلدات العربية قرار ٥٠٠ عمليا زي ما قلنا انه اتخذ من قبل الحكومة بنهاية الـ ٢١ على اساس انه يرصد للمجتمع العربي لتقليص الثغرات في المجتمع خلال خمس سنوات يعني من سنة ٢٢ المفروض انه يتحول قسم من المبالغ اللي هو ما يعادل تقريبا ٦ مليارد شكل خلال الخمس سنوات يعني مجمل ٣ مليارد شكل بما انه بالفترة الاخيرة بنهاية الـ ٢٢ بداية الـ ٢٣ التأمين الوطني نشر معلومات على موقعه بالنسبة لمعدل الفقر في المجتمع العربي ما يعادل حوالي ٤٪ من المجتمع العربي بيعاني من الفقر وهذا واحد من الامور اللي هو سبب في العنف الموجود في مجتمعنا في كافة البلاد العربية فعمليا خطاب اللي كان لوزير المالية السابق بيقول انه زي ما حكينا قبل ان رصد ٣ نقطة ٤ مليارد شكل بسنة ٢٢ فاول شي المبلغ ما هو كامل المفروض كان يرصد ما يعادل ٦ مليارد عدعا هيك عم بتطالب الحكومي الجديدة طبعا اللي عم بتميز في عدة امور بتقليص هاي الميزانيات وضمها لوزارات اخرى هل توصلتم مع سلطات محلية عربية حول رصد الميزانيات؟ احنا حضرنا بناء على المعلومات اللي وصلتنا من وزارة الرفاه الاجتماعي وصلتنا بعض المعلومات بأرقام اللوائح والمبالغ اللي رصدت من خلال وزارة الرفاه الاجتماعي للسلطة المحلية طبعا رح يتم بلاغ رؤساء السلطة المحلية ومدراء اقسام الرفاه الاجتماعي بهاي المعلومات